فاجعة حريق مستشفى الحسين لعزل مصابي كورونا لم تثر مشاعر الحزن والأسى في العراق فحسب بل امتدت إلى الدول العربية والأجنبية التي أبدت تعاطفاً لفتاً مع ذوي الضحايا أولى التعازي جاءت من الممثلة الأممية جينين بلاسخارت لتليها سلسلة من برقيات التعزية عربياً ودولياً وتلقى رئيس الجمهورية برهم صالح برقيات تعازي من ملوك ورؤساء وأمراء بعض الدول على خلفية حادث حريق مستشفى الحسين في ذيقار الذي أودى بحياة العشرات وعبر الرؤساء والملوك في برقياتهم عن عميق مواستهم للشعب العراقي سائلين الرحمة لأرواح المتوفين وأن يمنى الله على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وينعم عليهم بالخير والسلام وجاءت موسات نشام الأردن وتعازيهم الحارة ومن ثم إعلان استعدادهم لاستقبال وعلاج مصابي حريق مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذيقار لتؤكد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد بالسهر والحمة ووضع محرك البحث جوجل شارة الحدى تعطفاً مع ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية في مؤشر على حجم التعاطف الإنساني مع الفاجعة وذوي الضحايا ترجمة نانسي قنقر